اكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على أهمية الدور الكبير للقطاع الخاص في دعم نمو مختلف الرياضات في مملكة البحرين الذي أصبح به شريكا جديرا في النجاح والإنجاز وقال سموه إن قطاع الشباب والرياضة يحظى باهتمام ومتبعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله إلى جانب جهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب منوها بما تحقق من مكتسبات رياضية كبيرة بفضل هذا الاهتمام جاء ذلك لدى استقبال سموه اليوم في قصر الوادي عدد من ممثلية القطاع الخاص حيث أشهد سموه بما حققته الرياضة البحرينية في مختلف المحافل الرياضية محليا وأقليميا ودوليا من إنجازات رفعة اسم البحرين عاليا جاءت نتيجة التعاون والتنسيق بين الهيئة المعنية والاتحادات الرياضية ودعم الشركاء من القطاع الخاص من جانبهم أعرب ممثل والقطاع الخاص عن تقديرهم لجهود ومتابعات سموه لتعزيز منجزات القطاع الرياضي منوهين بما أثمر عنه من مكتسبات لرياضة البحرينية والرياضيين كما أعرب الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم عن شكره وتقديره لسموه الشيخ خالد بن حمد على متابعاته المستمرة لكافة أوجه تطوير الرياضة البحرينية